السلام عليكم و سلام عليكم و سلام عليكم بكمال الحبان حياكم الله و أشهديني أكرم حياكم الله الشيخنا يا أهلا و سهلا رحمة الله نس bijvoorbeeld نستردمكم بإكمال الفقرات نأخذ ملامح من تاريخ الخلفاء الرشيدين بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك على عبده و رسوله محمد و و على آله و أصحابه و سلم تسليم من كثيرة تاريخ الخلفاء الرشيدين لتاسليم و و Holize واسع كبير لا تستغرقه مثل هذه الحلقات المحددة بزمن محدد ولذلك نريد في هذه الحلقة أن نركز على بعض المعالم من تاريخ الخلفاء رضي الله عنهم لعل هذه المعالم تشير إلى ما بعدها ويستكملها مريد الحق والباحث وطالب العلم بالرجوع إلى المصادر والكتب فكانت هناك حقيقة بعض المعالم البارزة المهمة التي ينبغي التذكير بها فتفضل قرأ لنا بعض هذه المعالم قلت حفظكم الله نتعرف على بعض معالم عاصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لتكون مثالا وصدا يهتدى بها في طريق الدعوة إلى الله أولا توحيد مصدر التلقي هذه من أهم المعالم من أهم المعالم أنهم مصدر التلقي هو الكتاب والسنة مصدر التلقي مصدر التشريع مصدر هذا الذي تعلمون منه هو الكتاب والسنة واقتصروا على هذا لأنه هو الذي سيعطيهم الصفاء يعني موجود عند الدول اللي فتحوا وعند العرب من جاهليتهم يعني كان عندهم معلومات وعندهم أشياء لكن الوحي جاء ليبين أن مصدر الحق ومصدر التشريع وما يعبد الله سبحانه وتعالى به وما يتطلبه الإسلام هو في هذا الوحي في الكتاب وفي السنة وما طبعا يعني اجتهاد الإجماع العلماء والإجتهاد والمصادر الشريعة المعروفة عند أهل العلم لكن الأساس هو الكتاب والسنة فإذا حكبوا الكتاب والسنة ووحدوا هذا المصدر يسلمون من الدخول في بدع وديانات الأمم الأخرى لأن لما لم يلتزم المسلمون طول وقتهم بهذا التوحيد وهذا المصدر في العصر العباسي ترجمت كتب الفلسفة فأثرت على المسلمين تأثيرا عظيما حتى في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله سبحانه وتعالى صار في محل النقاش ولذلك نشأ علم الكلام ونشأ التويل للصفات ثم نشأت قضية تبعا لذلك خلق القرآن وامتحن العلماء فيها وحاول العقلانيون المعتزل في وقتها أن يجبروا الأمة على هذا الاعتناق واستخدموا السلطة يسر الله وقيض الله الإمام أحمد ومن معه من العلماء الذين ثبتوا في هذه المحنة حتى انجلت وعاد الناس إلى الحق لأن هذا المصدر الحق عندنا مصدر ما نظل بعده أبدا انتمسكنا به وهو الكتاب والسنة